بسم الله الرحمن الرحيم هنشرح دلوقتي حاجة مهمة عندنا في الشبكة ومنحتاجها كلنا ازاي اعمل مابنتوك درايف مابنتوك درايف بيبعبارة عن الشكل احنا شايفينه ده جوا ماي كمبيوتر بتبقى ايكونة ظاهرة كده فيها الفولدر بتاع الشير بتاعنا بيتعمل ازاي يا جماعة؟ ده بتعمل عن طريق جروب بوليسي اول حاجة بعملها بحضر الفولدر اللي انا حشيره وحدي عليه البرميشن للناس اللي هتأكسزو اللي هي حيزهر عندها المابنتوك درايف ده عشان تقدر تفتحو كل بعمله بعمل بسايف الفولدر بكاري الفولدر وبقديره البرميشن بتاعته من رايت كليك بروبيرتز عادي خالص وبقديره هنا البرميشن في حاجتين في الشيرينج والسيكوريتي بدخل على الشيرينج بقوله ده حيتشاير مع مين الاسم الحيزهر ايه البرميشن مين تمام؟ هشير الموجود ده وبضيف ان اليوزر او جروب اللي انا عايزها هتأكسز الفولدر ده تمام؟ خلاص يبقى كده ده هيزهر لهم في الشيرينج الاسم بتاعهم ايه؟ انا عدته هنا مثلا في الكنترول حسب ما انا عايز تمام؟ هخش بقى السيكوريتي تمام؟ هخش اضبط نفس البرميشن هقول له ايديت تمام؟ هديف الشخص اللي انا عايزه او جروب اللي انا عايزها تمام؟ بتأكد ان الاسم صح او وهديو برميشن انا عايزه تمام؟ انا ممكن اضيف واشيل زي ما انا عايز كده خلاص الفولدر بتاعي بقى متل جاهز للشيرينج بتاعه هحتاج الاسم ده فهاخده كوبي معي لان هو ده اللي انا هتعمل عليه تمام؟ اطلعه هاخش اضبط كام ده منين؟ هاخش اضبط من الجروب بوليسي هفتحها باي طريقة انا عايزها ههم حاجه انا اوصل للجروب بوليسي منجمنت هتبدأ تفتح معايا اهي انا طبعا مش مكارية الجروب ديها فانا حبدأ دلوقتي اعمليه هاخش على الويول انا عادة اطبقها عليها تمام؟ ابدأ اكاري جروب بوليسي جديدة واربط عليها اول خطوة ان انا هسميها اسمها ايه هكتب الاسم اللي انا عايزه ودايما في شغلنا جماعة جروب بوليسي من اكتب اسمي اقبر عنها اشان او حبيت اعدل عليها او اوقافها او ارغيها او اطبقها على حد تاني تمام اليه كتبت الاسم شطر من كده لو بصينا هنلاقيها كبرت اهو عشان نشوف كلنا مع بعدينا لو بصينا هنلاقيها لما انا كريت تهب الاسم بتاعي طبعا هتبقى واخدها ولا اي سيتنج موجودة عليها تمام لو انا فتحت كده ادي السيتنج بتاعتها اهي انا بصيت كده مفيش ايه اي سيتنج موجودة هدخل بقى اعدل عليها طبعا زي ايه ايسه ايسه ايه انا طبعا هتطبقها على الوزر تمام انت عندي الويندوز سيتنج في سيكوريتي والكلام دي كله هي في بريفرانس في بريفرانس طبعا انت مش محتاج بريك الحاجة دي مش محتاج تحفظ العماكن انت بس بتبقى ماشي مع ركيديو بتاعك هتلاقي عملية سهلة قوي هادي بريفرانس ويندو سيتنج جواها هنلاقي اوتوماتيك حاجة اسمها يا جماعة حاجة اسمها دريف ماب شايفينها هدخل عليها ويندو سيتنج هنلاقي مين هنلاقي دريف مابا بمنتغل بساطة بل انت مش عامل مابات هنا هقول له نيو ماب درايف تمام انت عايزه يعمل ايه اعمل اوب ديت ولا كريت حسن ما انت عايز طبعا اول مرة عشان هو مش موجود اوب ديت زي كريت بعد كده انت لو عايز تعدل فيه فتخرج اوب ديت هتديره اسم ايه الاسم الى عند الوزر تمام انا الفولدر بتاعي مثلا مي فوق اهو درايف فولدر وان انا عايز الوزر ما شايفش الاسم ده فعطيت درايف وان وبقول له هياخد انا حرف تمام خلي بالي ان هو بقول له ستارت فوم جي مثلا يعني لو جيه فاضي سيأخذه ولو مش فاضي سيأخذ الحرف اللي بعده هدخل عليه كده جماعة بصوا اول مرة رفريش اهو اوكي طبعا انا هاي حسيفه وشا ما اقودش يظهر الرسالة دي معايا اهو ادي الستنج اللي انا عملتها هليها ظهرة عندنا هنا اهيه تمام؟ يجب انا كده اتأكد ان الستنج بتاعتي اتعدلت اهيه على البوليس دي انا دلوقتي اللي رجعت اهو على الجهاز لقيته ايه بص يا جماعة اما قلت حتى ما اتطبقتش لازم اليوزر يعمل او او انا اهو في المسال بتاعي هعمل تمام؟ طبعا لو اليوزر عمل حتتطبق برضه معايا انت طبعا انت لو انت على الجهاز هتعمل كده لو انت مش على الجهاز هتقول اليوزر اعمل صين اوت وادخل تاني هتلاقيها ظهرة اهيه معاك طبعا يا جماعة الفولدر انا مكريته فودي تمام كده طب انا دلوقتي عادة اتأكد من اللي انا عملته تمام؟ هوريكو يعني ان احنا عملنا ده اهو ادي هو حليين فودي اهو هاروح انا عالفولدر نفسه وحابدأ اكريت جوه ملف تيكست كده اصغير تمام؟ هنشوفه حيسمع ولا لا ادي فولدر اهو هكريت تيكست فايل كده عادي في خالص جديد هتسميه اي اس ما انا عايزه مسلا تيست وهكتب جوه اي حاجة نكتب مسلا موسلي اكاديمي تمام؟ وسايف طبعا هروح بعند اليوزر اهو تظهر مين بتاعي وموسلي اكاديمي بس وكده وفع عادي وقت الشيرين وكلام ده كله اشتركوا في القناة